الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن نشاتة لالتهاب الازن الوسطى في الاطفال. ربعا اول حاجة على طول ديروسيف متون وخمسين مضاد ضحاوي. آآ معلقة خمسة ملّة كل ده من ساعات بعد الاكل لمدة سبعة من سبعة لعشرة ايام. آآ نقطتين بالازن تلات مرات يومين لمدة خمس ايام. آآ آآ او قتال نقطة للازن. آآ من نقطة لنقطتين آآ بالازن تلات مرات يوميا بعد الآآ عند الالم. آآ لبوس آآ اطفال برضو مسكن. نشر ونص. آآ طيب. ديروسيف شراب ينتمي لمجموعة السلفة السوبرين وهو مسال ايبودروكسيل وزينات شراب وفيلوسيف شراب وجماعة تخضي على موزن المكروبات التي تتصيب الازن. آآ آآ ادوية البديلة لها زي الديوروسيف والكيوروسيف والآآ آآ اابدروكسيل آآ كل ده آآ زي آآ ديوروسيف آآ آآ ابجنت نقط. قطة الأزن تحتوي على مضادات حيوية وسعة المجال. آآ آآ بعد قطرات الأزن تحتوي على مضاد ضياء حيوية مثل مشتقات الكورتزون. الغرض من الكورتزون هو تقليل التهاب الشديد والكحة التي عادة تكون مصاحبة للتهاب الأزن المسطح. معظم قطرات العين المحتوي على مضادات حيوية يمكن استعمالها للأزن. ولكن لا يمكن استعمال قطرة خاصة للأزن فقط للعين. آآ تحتوي على آآ تحتوي مثل خطرة وتهال واوتو قالم واوتوجين آآ خطرة تحتوي على مسكن ومقدر للألم مع مطهر وهي استطيع من تقليل الشعور بالألم. آآ فلترين لبوس طبعا زي وهو مسكن مقافل للحرارة. آآ يمكن بعد عام با ست شهر اعطاء لدول محتوي على مدد عبو روفي. عبو روفين. مسكن برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.